شوف ان اخويا وهميين. بتخالفون با. الرجال الرجال يتكلم كلام مقتنع. ليه ما يقول اخويا يوهميين? قالها. لا يقول التصويت. لا. قالها ولكن بطريقة غير مباشرة. ايه. والحين ينكرها. يوم ان شاف اخويا بعضهم قال يا رجال انت سلم تنا وانت 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 الى اخرة. عبدالله قراني كان وهميين بموجب شيء ملموس. شيء شافه. طيب ابو مناحي ما تلاحظ ان عبدالله. ولكن. ما تلاحظ ان عبدالله القراني تراجع شوي او بمعنى مصطلح شعبي فاش فيها? انا ليه اقول لك كده? يا اخويا الرجال. ازملائه عقو فترة عقو فقرة عقاب. قالوا ميده. انت سلمتنا للجمهور. انت وضحتنا للجمهور. انت وانت وانت وانت. قال ها? والله انكم صادقين يا ري انا ضعت. جاك هنا وبرر. خلا هو تكلم بالمنطق. ليش ليش تبه لي ما يكون هو هو شاري وهمي اليوم وبياخرها. هو? اقول مثلا. بس لان رجال يقول اخذها فانستحولي تحتها. حتى. حتى يا جماعة. حتى يا جماعة لو شاري وهمي. يعني اه مهاب الله يجزاك خير امس يوم حرم اه فؤاد. اعطى ناس يتنسمون. نجيب سيرتها لو سمحت اتجيب سيرتها. مهاب? ايه. مشكلة لا ترى. لو سمحت اتجيب سيرتها نتجاوض. فاقول لك يعني اه حرمان فؤاد من فارس الجمهور زين? في ناس الليلة بتتنسم واجد. كاتل بلفهم. انا شها. لا بتتنسم. هي رجال. بتتنسم بتقول يا الله انتجاو فؤاد خير. اه انتجاو مهاب خير. يوم انها حرمهم من اه. ما حد اعترض مع فؤاد البارح يوم فؤاد قال اخصموه ترى كل المتسابقين راح وخلوه. ايه المتسابق ووقف في جنبه وقال ليه? ردوه للمنافسة. الله يجعل ابيك في الجنة يا صارح مكسر قلامي. هل يا رب العالم. يسحب المحاول من في الجنة. صح صح. طيب انا توري يا اخوي. والله توري. تعال رشت المحاول رايح جاية. خلوه لي فرصة بس يا اخوان. انا بقولها. وزيد بيقولها. نعم زملاء امس ما بادروا بانهم زعلانين من اه عقوبة مهاب على فؤاد. بالعكس يطبطبون. يا الله يا الله. ايه والله انا اقصاد. مهاب دا يا اخوي يقسم بالله. ما 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 يبون تنسمون. اما بخصوص اه ما يتكلم فيها لو هو الوهمي. يعني عبر برامج الواقع كثيرة في هاي ميلات. كلها وهمية. مشكلة. يعني على سبيل المثال. اه يجي فيه. على سبيل المثال. نجوم استكربت اثنين. زين? اه. يعني بحكم اني انا معهم متسابق. زين? عندك كم اسم? عندك فحام. عندك عز. عندك حاتم. عندك عادل. عندك اه يعني هذا الابرز. اذا ما اه كان. اتكلم استكربت اثنين. ايه. اتكلم استكربت اثنين. كانت ايميلات كلها صح? ايميلات. و اه يعني كان فيه منافسة بين النجومية. بين حصرة الجمهور. احنا ما كنا فارس. وبس. من اكثر واحد خداها في استكربت اثنين. عبدالعزيز. عبدالعزيز الاسرميد. يعني متى هو كدق حتى يشكك في ايه. اي نعم هدا يدخل في التشكيك. احنا كزملة له في نسخة. زين? ما رجال ما شككنا في عبدالعزيز. ما شككنا في فيحان. في حاتم. في عادل. في 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 الاخر. عزيز اخذها ست يعني. ست ست اه حصارات عبدالعزيز الاسلمي. وكانت حصانة. يعني كان يوقفون على الاستيج. احنا عشرة اما احنا بستة. اه. وكان المقدم اه عادل هيف. وكان يعلن حصانة يعني رجع من ابراهيم جمهورة. لاحظ. مهم فارس بس. صفق لك دريع وبدل ايش. لا. كبيرة. يعني كان لها اثر كبير. كان لها كبير. يعني اه. يجيك عبدالقريني شكل. اخي يقسم بالله يا عبدالقريني. لازم تشوف نفسك. لازم تشوف وضعك. بس ترى حقه يا الربع. لانه يدخل فيها وهمي الصدق. لكن انا اذكر انا اذكر. والعودة على الراوي. انه صار المشكلة هذه معنا في جنتل. برنامج جنتل. وانه قالوا واهمي ما واهمي مدري ايش مدري الكلام. انا استقصيت الخبر انه زي ما تقول فيه جهاز. انه اي ايميلات يعني تحس انها جديدة. يعني. ما يبعا استحدثها. اي تحس انها يعني الجهاز هذا يكشف اي نشاط جديد على ايميل. تحس ان نشاطاتها جديدة. طوالي يحطها في المهملات. ما يدخل ضمن القائمة. يعني في حماية. في حماية. هذا اللي انا اعرف ايش اللي صار بعد انا ما ادري. حلو. هذا في جنتل. اه يقولوا. عادة في جنتل? هي هاهض في جنتل. اما احنا يا شيك تثنين. لا نشكك في نجومية نجوم انت بvel auxekeptt3. انت بتش Resource الرأة. الحمد لله. انت ما شاء الله عليكم. الحمد لله. الiciaحدة organisation. والله فينا. الحمد لله فينا شاعر. فينا مقدم. فينا نجم. فينا منشد. ينا ممثلين. انا قد 앞ا نجم قبل المنافض الوسجد نجم. فينا منشدين. فينا ممثلين. فينا يا اخي. شكرة اثنين. تحياتي. تحياتي يا شكرة اثنين. تفضل تكلم عن نسختك. كريزما بالضبط. نعم شوفوا شوفوا. اما لا نسقط على نسخة الباقي. على عقر. انا نتكلم. بخصوص كريزما للامانة. الاسامي اللي صدرتها نسخة كريزما واشت. عادل. فضل الله. نايف. وديد قشران. عمر حدال. شخبوت. ركام لحي. ركام لحي. عبد المجيد. فهدم طيري. يعني عد. 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 يعني ما تقول. يعني ما تقول نجم نجمين. نجوم. فشوفوا يوم استحداثنا احنا كريزما جاء عليها ردة فعل. على طير النجوم ذا الحين. كيف تصوركم البرنامج. ما بقى لا. اخوان. تسعيان طرابات. قصتك تسل هل فيه هجوم ولا لا. لا لا. البرنامج هذا الحين. بقى هل تسعيان. اليوم السبت اخر برايم. هذا البرنامج هذا فيه هجوم. وهذا تصريح. يعني ترى البرنامج اليوم السبترة ما هم ملغي. يعني اذا بيفكر ناحد. البرنامج ضائم. الله واتشك. لا لا ما. بلغهم. بلغهم. ما فيه. ما فيه. ما فيه برايم ان شاء الله ملغي. كل بيطلع واحد. بس عاد هو بيطلع. يبي ينام في القرية. يجبس مع اهله. مع اخوياه. ولي بيروح. انا اتمنى يغادر امانة عبدالله القريني. ليه? لانه الوحيد اللي في هذه المنافزة ما غير يمشي وشكك. يمشي وشكك. ترى اسوى مغادر هو اللي غادر قبل حفل النهاية بستة ايام. لانه ما يستفيد شيء. يعني اللي غادر في اليوم سبعين. قلبت مواجهة. اللي غادر في يوم سبعين يا جباب. يعني ينشط حساباته. فهمت علي يسبب طمورة. بس اللي غادر في اخر برايم. يعني لا يمديه ينشط حساباته ولا يمديه يروح الحفل النهاية. ترى المقصود مو بحمود. انت طارته بحمود تحاسب. طيب. لا تدوش مشكلة. المشكلة اللي يبكون عليهم يدرون ان تقابلون بعد اربع ايام بقى. ايه? هادا المشكلة هذه. والله انا ولهب اللي اذا حزنت على الرجال دانا اي فالأكلب يوم. ترى صدك. ترى الحزن يا ربع ما بحزنه بفارقة. حتى لقبل اربع ايام صدك. يعني البرايم الجايدة يوم السبت. تمام. اللي بيبكي على اخوية. الحزن ما هو بنا بفارقة. لا. صح. الحزن ان اللحظات هذه ما راح ترجع. نعم. السفرة الوحدة. ترى ما هي ببسيطة هي جماعة الخير. يو والله. والله العظيم ما هي ببسيطة. تسعين يوم فطورك مع مع نفس الرياجيل. غداك عشاك احزان. حزن. حزن فرحك. انتدري السفرة اللي تجمعون عليهم وتسبقين هذولا. انهم الى اللهم كالحمد يسمون بالرحمن سوى. ثم تنزل عليهم البركة. ثم يدقون في النعمة. ثم يدقون في رجالة. اي سفرة يا رجال. تدري ليش? تدري ليش? ليش? نكشف اوراك? نكشف والله ابو. احنا في نهاية البرنامج. اي وانا اكشف. انا ورب الكعبة. عدو اللدود خروج المتسابق من القرية. ايا كان. عيد فطر. عيد اضحى. مناسبة. تغطية حفل زواج تغطية حفل تتويج. تتويج. المتسابق متى ما خرج من القرية. اعرف انه راح يكون في دروب. بيدروش. والله مهما كانت نجوميته. اذا طلع من القرية. اول. 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 والله العظيم ان احنا نذكر ان المتسابق اذا جاي يطلع من القرية عنده ظرف مراجعة مستشفى ولا كده. يترجى الادارة. تكفون لا طلعون كاشا. اني انا طلعت من القرية. تكفون لا لا تعلمون النقد اني انا طلعت من القرية. وهي بنقاطة ونظامية واربع عشرين ساعة. ليش? يخاف ان الجمهور يقلب عليه. لا وتجيب اشعار مراجعة. بان الجمهور معلش. خلنا نكون صريحين. حتى الذائقة اختلفت ذائقة الجمهور. الجمهور اول كان جمهور شاشة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الان الان للأسف بعض الجمهور قليل. قليل. لكن مشكلته هو اللي مسيطر تقريبا على السوشيال ميديا. صار من يوم المتسابقة يخرج عن المسار. ويقول للأدب في بعض الاحيان في بعض الاحيان. ينبسطون. ينبسطون ينجمون فيه. شفت? وهذا ثمر هو متسابق. لما يجي من 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 مكان ما احد يعرفه فيه. ويجي في لحظة. وسدى حدث معين حدث غير جيد. ويشوف الجمهور يعزز به. طبيعي جدا انه بينسي جمع هاد تعزيز. بكمل فيه اخطار. جزء من الجمهور يطالب خروجهم في عيدك. جزء من الجمهور يقولهم احسنتي اللي هارب. والله. جزء من الجمهور يقول اللي هارب عقبته الحرام. ما ندري شو نقول يا اخوة. والله عادل هيف يا جماعة اليوم. يفيدنا ما فيد الجمهور. نعم. والله يا كلام عادل هيف من ناحية الجمهور والله العظيم من حصاتك. يعني اه 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 الرجل اه ومتسابق في انجازاته في اه اه نجاحاته اللي يقدمها امام الشاشة يهمش. يهمش الا ما ندر من الجمهور. بسيط جمهور بسيط. ولكن انما يجيك شخص اه ارتكب لخطأ. فاتح. يعني لا في حق زملائه. لا حق النسخة لا حق الادارة لا حق القناة. يتعاطب مع الجمهور بحيث ان هذا يشوف انه نجم. اوكي? يشوف انه نجم يقول لا. اه بكمل اخطائي كده والجمهور بيحبني. صح? بعضهم من الاسف صار يشوف الاحترام ضعف. يجي المتسابق مثل في الكفش و الروم و يتناقش مع نايف الاكلبي. تمام? متسابق مثلا. عادل جاي يتناقش مع نايف الاكلبي. جالس ياخذ معه و يعطي بكل احترام و تقدير. طالع عادل جاي يطول عمر المتسابق الثاني. تمام? مناحي من غير اشار. تمام? جاي مناحي. نايف الاكلبي. نايف الاكلبي. محمد مناحي مثلا. جاي نايف الاكلبي. شفت عقالك عريض كأنه كفر سيارة. ها ها ها. بعض الجمهور. تعزيز. ليش? صاروا يشوفون ان قلة الادب. للأسف. وهذه حقيقة. لا يمكن ننكرها. ناعم. ناعم. وارجع اقول لهم فئة قليلة. ولكن لأسف نشاطهم كبير. يشوفون ان قلة الادب هي شجاعة. احشنت. تلقى المتسابق هذا ياخذ الجوال بطريقة لو ما شابه. فيلقى ها التعزيز في يستمر في تصرفاته مهما توجهه. ليش اغلب النقاط يقول حنا نوجه نوجه لكن ننفق في قربة. لانه طبيعي قاعد يوجه من الخارج. نعم. صح. خصوص النسخة ذي ترى كم طلعوا? ثمانية وثمانين مرة ولا كم? من ذي? اصلا طلوعهم اكثر من قاعدهم. يا ولد كله. لا بغي يعطس الواحد طلع. الله يزاك خير يا ابو نايفي ويكتبها ان شاء الله في موزين حسناتك. اللهم مرحب. هي بيش هذي. النصائح. النصائح اللي قدمها. والله يا جماعة ما بالخصوص النصائح دي اللي والله اتكلم بها عادل هيف والله العظيم نحنان نشوفها وملموسة. نشوفها وملموسة. والله الاسم. والله عادل ناخذ منه يعني ما هو كل شيء يعني بعض الجزئيات انا اتفق مع عادل هيف الا ان الجزء الاخر من عادل هيف ما زال. تظل وجهة نظر هي تظل في الاخير تظل وجهة نظر. ممكن تكون صحيح وممكن تكون خاطئة. طيب يا جماعة من تشوفون الليلة صد يعني ابو ابناحي اه من تشوف الليلة اه بياخذ درع جمهور. فارس الجمهور بحكم ان فؤاد يعني من عقوبته من مهاب انه مبعد عن اه المنافسه. والله كلهم ان شاء الله فيهم الخير بركة. ولكن انا بين اثنين. بين اثنين. مثل ما كانت بين علي مناحي وفؤاد. مثل ما كان قبل الله يجي الحرمان قالوا متعبوا فؤاد. انا شو منها بين اثنين. يا زياد بن شهري يا متعب الرقا. زياد بن شهري. عادل في توقع عندك ولا? انا انا اقول بنسبة كبيرة جدا بنسبة ستسعين فاصلت ستسعين سالم عدي. سالم عدي. من من? سالم. سالم عدي. طيب. ليه? موجهت نظر يا اخي. موجهت نظر. احتر موجهت نظر يا اخي هل في معطيات. ايه ايه ايه. نعم نعم يا سالم. والد والد وجهة نظر. نعم 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 يا صالح المكسر. عادل هيف صادت تدري ليه? لهم فيه وحمي. صح صح. فيه وحمي. طيب ابو ابو عنزي. اه اه اعطنا توقعك لنجم او فارس الجمهور الليلة. معركة صحيح. تقرى الجواب. خير متعب بعده. متعب برقعان. بس? نعم. يعني اثنان لا ترش حلة بالرقعان. شوف يا اخواني. انا قبل ما اقول لكم فلان ولا فلان. ترى لو اخذها متعب برقعان الليلة ترى ماهو تمكن قدر ماهو ساحة فاضية له. صح. واحد. ترى متعب برقعان لو اخذها الليلة ترى ماهي جدارة وانما اصلا ما في الولد ما في اهل منافسة له. طيب 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 واذا ما اخذها? اذا ما اخذها متعب برقعان. شوف اذا محب. هذه نصيبة. خلني اعلمكم. انا اذا إذا متعب رقعان ذكي أنا أقول لها متعب رقعان قل أنا خارجي منافسة لأن ما فيه لي منافس قوي ووخر خلنا شوف غيرك دقيقة ما جاوبتني يا بحمود طيب لو ما أخذها لو ما أخذها متعب رقعان إيه شف إذا طلع غير أحد متعب رقعان هذا الضعف هذا يثبت ضعفة لا لو أخذ أحد غير متعب رقعان فهذا الدليل أن الجمهور اللي يدعم فؤات بس إيه إيه جعلبك في الجنة إيه هنا بتكلم هنا بقول المتعب لو أخذها متعب رقعان لا أنا نقولله خلص انا من أخذها طيب لو ما أخذها معناها فؤات عبدالله قال جمهوره لأت صوت وتعب رقعان لأني أنا خارج منافسة بيض الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك نعم هذا الصحيح على كيفق لله يا ابو والزي الله أكبر أنا بقولك يا بواللزي أنا رشحت متعب رقعان لأنه البديل ضد الفؤات نعم هو البديل ولكن منافس الحقيقي زيادة بشري نكتفق طيب إذا ما أخذها متحب بالرقعان هيا جاوبني أنت أبا مشل على خشمي هاجل جمهور فؤاد قالوا لا إذا ما أخذها فؤاد ما حنا مصوتين بالرقعان وكيف كيف كيف واضحة فؤاد كيف تواصل مع جمهورة ما تواصلوا هم بديهيا تلقائيا قالوا ما هو فؤاد المنافسة حنا مصوتين بخدوات أبو مناحي جمهورهم واحد نايف الأكلوبي في ثلاث حلقات ثنتين في البرنامج الماضي ووحدة في البرنامج هذا صرح ناقد الفاضل والشاعر ذو الوجه الحسن نايف الأكلوبي أن الجمهور الذي كان يدعم نايف الأكلوبي اتجه يدعم عاد الهيف إلى الآن إلى الآن فهنا اتحاد الجمهور بين عاد الهيف ونايف الأكلوبي اتحاد بين فؤاد عبدالله وتعب الرقعان بس أنا أنا بعد ما طلعت أنا أنا مثل متعب بالرقعان مرة أحرد بس نزلني في المنافسة الآن أنا تحد حساب القناة ينزل في السوشال ميديا الآن ما الأكثر جمهورية عادل ونايف الأكلوبي واحد جمهور واسمع واحد واحد بمبينه جمهور ولا جمهور واسمع والخسراني عش الثاني القابلة وأنا من هذه اللحظة وطالب جمهوري أنه بصوته العادل منها عسان عبد جمهوري هذا في ذكاة وحنكة عبدالله القريني هذا أنا توقع متعب أو عبدالله قريني متعب من عبدالله إيه متعب أو عبدالله قريني لو أخذ عبدالله قريني فيه تردد وفيه انسحابية فهو واضح انهيش اخذ او صاد الموضوع لان ام عبدالله القريني لو اخذها تعلمون لماذا؟ ليش؟ عندما يشكك بالغير فسوف اشكك به وهو وهمي كالاخري يعني هو ان اخذها وهمي يويله وان ما اخذها يويله الله لا ابلانه عبدالله القريني تلقى هذا الحين وش اسوا لقاله يميلات ما يدري وش اليميلات انا والله مدري يقولها القريني ايه بكم؟ قالها ثلاثة تلاف قال يلا اني بحورك حين ثلاثة تلاف حوث ثلاثة تلاف وخلاص ما درنا راح تسناف ما يدري اهم شي اني اخذ ايش فارس الجميع هو هو شاله يميلات والالية كام ثلاثة تسناف لا وتدريش يقول ايه اليميلات فيها لا اخبطها يعني هو قد تجرب بس ما من امور ما عارب لها جوابا ما مش اتمعها ولا عارب لها طيب يا جماعة قبل انختم نبغى نسحب من التاك بداية من ابو نايف لا نسحب بسم الله لا نسحب معنا اليوم يلا يا جماعة لي اجهز انا اودي ان ابو نايف يعطيها لسالم عدي بحكم انها اول مرة يشيد باسمها ويعلم انها نايم بدل فترة شو اعطها سالم هتو تقنون سلاسل ولا بدون لا ابن فتر بسم الله هذا بسم الله رأي اشتركوا في القناة